منسيون هنا أو هكذا يبدو حال العشرات من جرح الجيش الوطني في سكن النصر وسط مدينة مأرب تعددت جراحاتهم غير أن الإهمال والتجاهل مصير مشترك فمنذ لحظة الإصابة تبدأ معاناة هؤلاء ما بين إسعافات متواضعة وسكن ذي إمكانيات متواضعة ومكتضة نتيجة استمرار استقباله للجرحة بشكل يومي إضافة إلى معاناة الحصول على فرصة علاج خارجيا وصولا إلى إعادة أكثر من ثلاثمائة جريح من جمهورية مصر دون استكمال علاجهم سافرنا إلى مصر هنا قد سفرنا من هنا من ميزانات الدولة وما طيرنا هنا بدأنا نتحسن خمسين فالمية وما طيرنا هنا فقط علينا لما قال باسم الحكومة وقفت علينا الصرفة هناك العلاجات وقفت علينا العمليات وقد بدأنا نتحسن خمسين فالمية والله فالحين التهورت صحتنا وقد كاننا نتحسنين أنا معاناتي النفسية عانيت كثير وأنا أصبحت هنا كسجين داخل السكن لا أستطيع أن أذهب إلى أي مكان لأنني أنا أستحي أدخل عند أحد وأنا يجيني أحيانا تعاب وأمراض لا أستطيع أن أذهب إلى أي مكان لذلك أنا محبس هنا داخل السكن يحشر الجرح العائدون من مصر والذين يتلقون العلاج بمأربة هنا وهو ما جعل اللجنة الطبية العسكرية تطالب الحكومة والرئاسة بصرف ميزانية علاج الجرحة تنفيذا لتوجيهات رئاسية وحكومية بصرفها غير أنها لم تصرف حتى الآن نحن رفعنا موازنة العلاج بالخاجي 2019 في بداية العام وتم استخراج الأمر عن طريق مكتب نائب رئيس الجمهورية في شهر بداية الشهر ثمانية من فخامة رئيس الجمهورية وكان الأمر بصورة عاجلة حولا من رئيس الوزراء إلى وزير المالية ذهبنا المتابعة قبل شهر أو شهر ونصف في الرياض وقابلنا وزير المالية اعتذرنا في البداية أنه استلم الوزارة وأن حسابات كلها صفر حال الجرحة المتدهور والتحركات المحدودة للجنة الطبية التي بدت عاجزة عن مواصلة عملها نتيجة عدم صرف ميزانية علاج الجرحة للعمل جاري والمتبقية من أعوام الماضية أسباب تتطلب من الحكومة العاملة وبشكل أكثر جدية على الالتزام بتعهداتها للجرحة واستكمال علاجهم حكايات مأساوية ومحزنة لجرح الجيش هنا حيث تعددت إصاباتهم وتتضاعف مع الإهمال المتعمد من قبل الحكومة مع أمل بالتعافية لاشا وهو ما يقوله الجرحة ليس من يرى كمن يعيش هنا خليل الطويل قناة بلقيس مأرض